صحيح نعم صحيح سبحانه بارك فروقا طب برغم من تقدم العلم يا دكتور وليد إلا أنه حتى الآن العلم غير قادر على التنبؤ بوقوع الزلازل قبلها حتى بمدة بسيطة نعم خلص يعني هناك أشياء يجب أن يتعطل أمامها العلم ويجب أن نركع ونسجد فيها لله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده تذكر بأنه قديما كان يقال مقياس رختر المكون من تسع درجات تمام صحيح بعد ذلك صار يقال مقياس رختر المفتوح بعد زلزال توكيو المدمر الذي تجاوز تسع درجات بني مجمع وضعت دوالب عملاقة الذي يسمى سبرينك هذا الدوالب العملاقة إذا حصل زلزال بقوة تسع درجات تقاومه حتى أن المهندس الذي بنها في توكيو ماذا قال؟ قال بنيت بنايات لا يستطيع أن يهدمها حتى الله لا يسعب الله هو رجل بوذي لكن يريد أن ينكل بديانة المسلمين أو النصارى أو كذا الذي يقولون بأن الله تعالى هو القاهر قال أسست وخططت لبنايات لا يستطيع أن يدمرها حتى الله يتحدى المولى عز وجل لأنها فعلا تستطيع أن تقاوم تسع درجات فضربت توكيو بزلزال تسعة نقطة خمسة أظن أو أربعة يعني لم يكن مثله لا يوجد مثله في التاريخ فتهدمت العمارات ومات ذلك المهندس فيها ذلك المهندس الذي تحدى الله هلك فيها لذلك بعده ماذا صاروا يقولون مقياس رختر المفتوح كانوا يقولون مقياس رختر المكون من تسع درجات لكن قالوا بما تجاوز التسع درجات جاء زلزال تجاوز التسع درجات إذن يمكن أن يأتي أقوى منه بعد فقالوا مقياس رختر المفتوح يا الله